اشتركوا في القناة نذكر الاخوة انه هذا القانون تنحى هذا القانون تنحى كنت يوم امس نتكلم مع مسؤول في الجمارك اكد لي انه القانون لكن ما كانش مشكل يعني حتى الاخوة فقط يعني اوكي القانون تنحى حتى 5000 اورو ما تدكلاريش لكن بامكان كل مغترب بتاعنا اي مبلغ ما لي تدكلاريه ما كانش مشكل يعني حتى انا تكلمت يعني على الموضوع وحاولت انه نستفسر وربما التداعية تتاعه وربما كذلك اشياء الحمد لله تنحى غير لكن بامكان مغتربين تاعنا نون ديكلاريش بامكان مغتربين تاعنا انه يدخلوا البلد هما مديرين 1000 اورو الار جوا 1000 اورو لغالب يعني حاولنا يعني كما نقول ندافعوا على القانون هذا انا شخصيا يعني وتكلمت علي عدة مرات وربما الاخوة تابعوا ذلك يعني عبر عبر الباشتاي لكن ذلك ماناش في البرلمان يعني نتمنى من الزملاء انتاعنا نجدد هذا من نواب جدد اللي رحم الآن في المنصب هذا يزيدوا وكذلك يدافعوا عليه او ربما يطلبوا اكثر من 5000 ونحاولوا ككل الدول يعني الغربية اللي المواطن التحمي يدخل ازيد اقل يعني السطحة والسقف 10000 اورو لكن معليش نذكر الاخوة صدقوني ما هيش حاجة لتقلقوا لا حاجة بكل صراحة يعني تخلينا يعني الآن المواطن اي مواطن يقدر يدخل دراهم ويستعملهم كما حب تقدر تدخل حتى 10000 اورو تدخلها ربما اذا كان مبلغ كبير يعني تاع او دولار دو 30 40 50 ميل اورو بلكش الانسان يدخلها في البنك ومبعد يخرج يستعملها وش حاب يستعملها يعني يصرفها على فاميلته على ولاده على العيلة تاعه الى اخره لكن نذكر الاخوة نذكر الاخوة مرة اخرى انه نون ديكلاراشون ميل اورو هذي يرجع يعني يرجع القانون القديم بكل صراحة انا دفعت عليه وحاولت انه نبذل جهد والدليل على ذلك انه كيكنت في البرلمان صادقوا عليه يعني حتى في القانون في القانون يعني تكميلي في القانون تكميلي تاعة 2020 صادقنا عليه وتقدروا ترجعوا لصفحة تاعي يعني في لباش تاعي رح ينشوفوا هذا الموضوع اللي تكلمت عليه الآن رح نرجع يعني ندرحو صلاع الاسئلة اللي وصلتني يعني بكل صراحة معظم الاسئلة معظم الاسئلة بتاعكم لي وصلتني اخواني اخواتي كلها تصب في موضوع طيران والبواخر وتصب كذلك في قضية تاع الرحلات قالوا ان اسكوكينة البلد هذه كما كانش الى خيره نقدر نقولكم 90% من اللي كيستيون اللي راكم تبوزيولي فيها راكم يعني راكم ما تبوزيولي كامل عني على الموضوع هذا تاع الطيران وطيراناتكلمت عليه بكل صراحة حتى الاخوة والاخوات يعني اللي رامي تابعوا تكلمت عليه كثير يعني تكلمت على قضية النقل قلتلكم يعني رح تكون اشياء جديدة ننتظروها فقط يعني ربما في اليامة هادم ربما في الأسبوع هذا ولا اللي جاي لانه لحد الان الحمد لله العمل يرى يتمشي كما بغيتها يعني كما بغيتها كما نقولوا احنا يا اللجنة العلمية هذه كما اللجنة العلمية كما حبتها ما كانش فيه ديكاب بوزيتيف الحمد لله ف العمل يرى هي يعني انباكت ولا انتاكت ولا ام بي كابل ولا سميوها كما تحبوا ندرك الان ما على يعني الجيهات المعنية انه فقط يعني تفكرنا في الحدو في الخطوط اللي تكلمنا عليها واللي حقيقة اننا تكلمت عليها سيد وزير النقل هو مشكور على ذلك يعني في الأسبوع الماضي قبل الأسبوع الماضي عفون وتكلمت له على لندر يعني هيترو كذلك دبي يعني مطار دبي ومطار كندا او مطار موريال مطار موريال اللي متمنين بكل صراحة انه تكون انا اقول شي اقول يعني اقل شي رحلتين اقل شي يعني المينموم دو فول ديريكت يعني بين أل جي موريال وربما ثلاثة لندر وكذلك دو فول في في موضوع الموضوع الخاص بدبي هذا تكلمت علي يا جماعة ما نشحب نزيد نطول فيه كثير لانه جي دوتر كيستيون رح نسمعوها الآن يعني مع بعضنا وربما هذه هي الكيستيون اللي رح نتبوزيوها لانتوما اما في قضية الباخرة لحد الآن ما كان حتى شي كي نقول ما كان حتى شي لانه بكل صراحة يا جماعة ما دام الباخرة هذه ما تمش الاستقبال رسمي التاحها وما تمش تجين التاحها ننتظره فقط لانه نقدر نقول نقولوا الرحلة كينا ولا ما كانج ولا نقدر نقولو يعني الترافيرسي culminين من ما كانج بين أليكنت مارسي ولا أليكنت أبيلتو أليكنت ألجي ولا أليكنت أورون ولا مارسي ألجي ولا مارسي أورون ولا فالانس ولا بارسلون ولا حتى جينوفا يعني في إيطاليا بعد ما يتم استلام هذا الباخرة لحد الآن أنا والله صدقوني راني نتصل يوميا يعني بهذا الشركة بالمسؤولين تاحا حتى بالنقبة تاحا إلى خيره رهم ينتظروا يعني فقط أنه يستلموها رسميا لأنه تعرفوا أنتم الاستلام ما هوش فقط أنه الباخرة تجي قال يلا جماعا نطلعون دي شنوها ونروح ونروح ففيها إجراءات تقنية في إجراءات إدارية في إجراءات كذلك ربما حتى مختصين يطلعوا ويرحوا يشوفوا يعني لفش تكنيك ويشوفوا لفش تكنيك ليمدوها لأنه هما كشروا الباخرة الجزائر كشرتها يوجد إن دماند بيانسور تعلالجيري يوجد ديز إكزيجانس يوجد إن فش تكنيك لليلازم يشوفوا هسكو لفش تكنيك هذي نقطة بنقطة يعني هسكو لوكو من دماندارو كيمحبتو الجزائر بار اكزمبل كيمحبتو 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 كيف كيف المهم هذه الأمور أنا ما تتعداني بكل صراحة لكن هذا الشيء اللي سمعتو تبقى فقط الآن تبقى فقط الآن قضية تاعة أنا أقول أيامات فقط صدقوني يعني ربما من نهاية الأسبوع أقول إن شاء الله لأنه فما نقدروا نعرفه وأنا قلت لكم في العديد من المرات يعني استلام الباخرة في إطار قانوني في إطار رسمي هنا راح يكون راح يكونوا تصريحات رسمية يعني في يعني رسمية كما قلت يعني لنعرفه من خلالها نعرفه من خلالها الرحلات راح تكون أما ما تكونش كذلك نقطة أخرى كذلك اللي بكل صراحة أنا يعني مش مئز زعفان كمواطن جزائري قضية الأسعار يعني بكل صراحة لأول مرة نشوفه أسعار كما هكذا يعني كنا نحن نتكلم يعني عن قضية الأسعار وتابعتوني يعني في العديد من البرامج كنت نتكلم عن الأسعار في العديد من اللقاءة الرسمية حتى في البرلمان كذلك إلى آخره لكن لأول مرة نشوف أسعار بالنسبة لي خيالية بالنسبة لي كذلك أسعار يعني غير معقولة أسعار جنونية يعني أسعار وتكلمتها كثير من مرات وهذا يا جماعة باش نذكروا فقط و باش نكونوا مناصفين و نكونوا عادلين مهيش فقط على الخطوط الجوية الجزائرية باش نتفاهموا يا جماعة يعني الإنسان كلمة الحق كما قال لك قول الحق ولو كان على نفسك مر يعني هذه أراهي قضية لمسى كل شركة كل شركة يوم أمس كلمني كلمني واحد الأخ من من مدينة أزفون يسكن في بريطانيا و بالضبط يسكن في و بالضبط يسكن في مدينة منشستر جل جزائر 1500 euros 1500 euros يعني بكوزارها سيدي لفولي يعني جاعة وفرانس بین سور بور 1500 1500 euros يعني هذه هذه مطراش يعني كنا نعرف و بور إنسان يروح يروح بيها البهاماس يروح بيها لسيل ديسيشال يروح بيها لسيل البال يروح بيها لندونيزي والماليزي 1500 euros يقعد ماك الشارب راق 2500 euros يروح ووزو جنتاو الإخوة رامي يكلموني رامي تصلوا بيها يعني عندي بعض الأصدقاء يكلموني على سبيل مثال تركيا فلا تركيش 24 مليون البي هذه جا مصرات يعني يحكيوا لي أنا ما من الناس اللي راحوا بتركيا يعني من تجار لأصدقاء اللي نعرفهم وكل شي كان يقولوا لي روحوا لتركيا بكري كنا نروحوا لتركيا بتستملايين ربع ملايين يعني هذا إذا طار كما قال لي واحد قال لي إذا طار 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 نخلصوا 10 ملي الآن 24 مليون 25 مليون وما نتكلمش على وكي نقولك ما جامعة 25 مليون لازم ثاني تحسوا بالجزائري اللي راحوا موجود هنا يا اللي راح براء 25 مليون ما وش إي واحد كما أنتم ثاني اللي يجيتوا كما الأخ هذا تعزفوا اللي جا يعني بال اللي جا كذلك بالسعر هذا انتع ميل سين سون أورو والله يصدقوني أنا كي يقول لي ما أمنتوش يعني بكل صراح وربا مرة ويسمع فيها الأخ قلت له رجاء من فضلك أرسل لي لبيتاك أرسلهول ينشوفه قلت له أرسلهول ينشوفه ورسلهولي وميل سين سين سون أورو أفكار فرنس ما نحكيوش عال لازوتر كومباني بور ميل دو سان ميل كاتسان بسي كواسا يعني بكل صراحة الانسان هبال هذا أس ك ذرك هذا هذا الأسعار هذي حبوا يرانتابيليزي يعني لبارد التحم لكومباني ترانجير هذي في ال 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 يطرحوا يطرحوا أسئلة يعني لأنه صح نقدروا يقولوا بللي هذي كومباني هي كومباني اندبندون يعني شركات يعني مستقلة و ودر سعر لحباته ولا لا أدري لكن يعني مليح انه يطرح السؤال هذا يعني الأسعار هذي كيفاش أو يجرى تحقيق يعني في ذلك يعني أو كيف الانسان يجي من 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 سن سن أورو الانسان يصل الدم والسيد مسكين والله العال الضيم أنا حتى شفني قال والله لو قال لي دو ملتر ومينجي قال لي عندي عندي مسكين قال عندي ثلث سنين مجيت وكان يحكي لي في واحد القصة يعني وانا قال لي وصلت للمطار قال لي حبيت نسلم قال لي كهبط حبيت نسلم على الأرض قال لي ولي تنبكي يعني قال لي حسيت بواحد بواحد شعور هكذا لي ما كون شضان يعني باش نحس عندهم بزاب ما راحوش يقول لك سيلوكازيون جامي ما بيقول صراحة يعني سمحولي أنا متضامني يعني مع إخواني المقتربين وإخواني حتى الجزائريين هنا في الجزائري يعني هذا اللي يروح على لا تيركيش بـ 24-25-20-20-مليو سيكوهذا راح يروح لجنة لإنسان بالكش لووه يروح للقمر منش على بالي أنا ولا يروح لأمريكا يروح بورانسي جور تاع دي جور بريزان شارج توتال ويروح هون فرست كلاس يروح 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 بزنس يعني الدرجة الأولى ودرجة أعمال وما طلعلوش بالسومة هذه إحنا رانا نشوفه يعني الإنسان يقدر يدخل يدخل سيرليست ويشوف يشوف الأسعار تاع لزوتر كومباني وش تنقول لخوتي يعني أنا أتمنى إن شاء الله أنه الجهات المعنية يعني أو من الزملات تاعي النواب والجدد هذا من اللي جاءوا إن شاء الله يفتحوا يفتحوا يعني نقاش أو يفتحوا تحقيق أو يطلبوا فتح تحقيق أو يطالبوا يعني الجهة المعنية بش بس كل أسعار هذه يعني بيكون صراحة كثير من الناس أنا كثير من الناس رمي عايتون يمساكن لي عايت لي عايت لي السعر أرى أنا ماناش قادرين شو نقول لخاوتي يعني صب ما في مالو كور باش نسمعنا جزائري مسكين يقول لك نخلص 1200 1400 1300 1300 صورتو في un период très difficile un период très difficile نتعين بانديمي كاي الناس مساكن اللي خرجوا من الخدمة التاحام كاي الناس كذلك اللي رغموا شوماج كاي الناس اللي اللي صوصيتي اللي خدموا فيهم ديكلا روفاييت ولا ديبوزا ولبيلون كاي الناس مساكن اللي ما همش قدامين وبالتالي الانسان باش يجي ولي خلص للصوم هذي داروها اللول يعني قضية وكنا نعرف يعني قال لك نخلص وغير لالي مثال وحد يقول لك نخلص لالي سيمي الستملاين مايقبلوش لالي وروتور المهم الان الامر بدأت تحل منش على بالي أنا بكل سراحة يعني نطلب حتى من الإخوة اللي رام يتابعوا فينا يعني يكتبوا للكومباني هذا سبحان الله العالل يعني الإنسان يروح مننا للتركيا بـ 24 مليون 25 مليون هذا كيفاش يروح مع مرتو بـ 50 مليون يعني نحكي كذلك على الجزاريين يعني باش نكونوا منصفين يا جماعة وعدلين الأسعار رايح فقط على المقتربين تانا حتى الجزاريين هنا حتى الجزاريين لنحكم الطيارات ترى ما كذلك فيه غلا كبير يعني بكل صراحة المهم هذه أنا جولون سانابال كما قلتلكم يعني الجهات المعنية وكذلك لـ يعني يطرحوا هذا المشكلة ويطرحوا هذا الانشغال لأنه انشغال منطقي